السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبابكم بجديد قناتكم بقناة بيلارانيا برق وواشركم دخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما كنتمنى الوصفة اليوم سوف نوجد معكم مقلاوة تجي طريقة سهلة وكتجي مقرمشة وأكيد الديالة تجي رائعة قوم معايا تفرجوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير نحتاج للحشوة نسكيلوا ديال اللوز اللي سلقتوا وفسختوا ونشفتوا مزيان كما كيباليكم خاصوا يكون ناشف غاد نوضعوا في مولينيكس اللي غاد ندفع ليه جوج معالقة ديال السكر ساندة يعني نصف الكمية جوج معالق كبار ديال السكر ساندة ونسل الكمية سنوضع لها جوج معالق كبار ديال السكر غاد نتحن اللوز ديالي مزيان كما كتبوا معايا غاد نتحنه مزيان وغاد ندفعه في الإناء كنحصل على واحد الخاليط بحلهاكة كي يكون متماسك وفي نوصل الوقت أنا ما غاد نعجنه غا نخليه بحلهاكة حيش تيبيه بحلهاكة سافي غاد نضيف كمية اللي بقتلية ونضيف علاج رجمعالق كبار ديال السكر ساندة الخاليط ونضيف علاج رجمع فاقصة رجمع ثم سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف السفيدة بعد ذلك نضيف نفرغ الإناء هذا هو العبار والمقياس الذي أريد نستعمل في هذه البقلاوة بالنسبة للعجين نأخذ العجين في الأسواق و نكون دوبة و حتلاسة مع الكبار تكون دايبة و بردة نأخذ العجين في الأسواق و نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نكمل طول العجين نحاول نقفل على الجنب نقفل على الجنب نقفل على الجنب نقفل على الجنب هكذا سوف نستمر بشكل كبير 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 نستمر بشكل كبير سوف 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 نستمر بشكل كبير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة